وقع الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو على مرسوم طوارئ اقتصادية لسحب أكبر فئة من الأوراق المالية المتداولة حالياً أي مائة بوليفار من التداول خلال 72 ساعة الإجراء اتخذ على إثر تحقيق كشف أن مليارات من العملة الفنزولية من فئة مائة بوليفار موجودة في أيدي مافيا دولية يتم توجيهها انطلاقاً من كولومبيا على ما أوضح الرئيس الفنزولية لقد أعطيت أمراً للجنرال بادرينو والجنرال نيستور ريفيرول توري لاتخاذ كل الإجراءات البرية والجوية والبحرية لمنع إعادة هذه الأوراق النقدية لبلدنا وهكذا نبقي الأحتيال في الخارج وتشهد فنزولا إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها على خلفية التراجع الكبير في أسعار النفط الذي يشكل 96% من عائداتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر